هيا خدنا بصوا يا جماعة لازم نفرق ما بين حاجتين نفرق ما بين انه يبقى فيه تنظيمات ارهابية وتنظيمات مسلحة وتنظيمات بتستهدف الدولة بشكل او باخر يعني لو ما استهدفتهاش بالسلاح فهتبدأ تستهدفها بالشائعة ولما الشائعة ما تفلحش يصدر بدل الشائعة عشرة وعشرين ومية والف كويس؟ طيب وده بالمناسبة اللي الاخوان المسلمين لازلوا مصرين عليه حتى هذه اللحظة طيب دي طريقة او دي حالة في حالة تانية انه التنظيم يبدأ يصدرلك مجموعة من اراجوزاته وانت تنشغل بالاراجوزات او تنشغل بردود على الاراجوزات شوف عارف قصة بص شوف العصفورة هو دي كده التنظيم هيبدأ طول الوقت يلعبنا بانه يعمل ايه؟ ياخد اراجوزاته من هذا المربع يحطهم في المربع ده يخفي الاراجوزات شوية ويزرهم شوية تانية وهكذا تبدأ انت تنشغل بلعب الاراجوز طنش ركز في الاصل ايه الاصل؟ ان هذا التنظيم طالما هو موجود في الدنيا هيفضل طول الوقت بيستهدفك هتيجي تقول لي طيب يوسف يستهدفني ليه؟ يعني ليه يستهدف مصر ايه الهدف؟ هقولك اولا بمنتهى البساطة هو ده الاصل في التنظيم التنظيم لما بدأ يتأسس اصلا مش هقولك لما بدأ يكبر لما بدأ يتأسس اصلا هو اتبنى على فكرة حالة امامية اللي احنا بنسميها او اللي هما بيسموها الخلافة الاسلامية وعودة الخلافة وكل الكلام الكذب اللي هما بيعودوا يقولوا هما لا في دماغهم الخلافة ولا في دماغهم الاسلام هما في دماغهم الحكم وعاوزين يعملوا انه هذا التنظيم بقى هو بزرة امبراطورية كبيرة يقودها هذا التنظيم بس فيبقى زي ما كان بيتكلم مهدي عاكف زمان يقولك ايه والله بقى اللي يحكمنا مصر يحكمنا ماليزي يحكمنا تركي مش مهم مش مهم امر لا يعنيه وبالتالي هنا بتغيب فكرة الوطن طيب لما تيجي تشوف نشأة هذا التنظيم والتنظيمات اللي شبهه في الدنيا فتجد مثلا حد دايما انا عاود اقولك اسمه ابو الاعلى المودودي ده كان موجود في الهند بالمناسبة وهو تقريبا نفس الجيل بتاع حسن البنة هو بس افصح عن افكاره قبل البنة بشوية وبلورها بعد البنة بشويتين صغيرين مش كتير يعني وبرده كانت نفس الطريقة نفس الطريقة هو كان عامل بقى حاجة اسمها ايه الجماعة الاسلامية مش الاخوان المسلمين ده التنظيم اللي هو عمله في الهند والهدف بتاع ابو الاعلى المودودي نفس القصة ان احنا بنعمل امبراطورية كبيرة يحكمها هذا التنظيم هتلاقي ان في واحد تالت اسمه ابو الحسن النادوي نفس الطريقة هي هي ويسير على نفس الخطة تيجي تقولي اصل التنظيم ما بقاش موجود لأ هو التنظيم موجود التنظيم انهار هيكليا فين في بلد المقر او بلد التأسيس اللي هي مصر طيب لما نهار هذا التنظيم عمليا في تلاتين ستة وتلاتة سبعة وستة وعشرين مع التفويض وما الى ذلك يبدأ هنا التنظيم يعمل يشوف اي نظام بهذا الشكل اي تنظيم بهذا الشكل لما تيجي تنهار القمة بتاعته ثق ان القواعد دايما والطبقة الوسطى بتاعته بتفضل ناشطة ليه؟ لانهم طول الوقت كان عندهم استفادات مباشرة من وراء وجودهم في الادارة او الحكم في مرحلة من المراحل زي ما حصل عندنا لمدة سنة عيسى فيتحولوا الى شكل اكثر شراسة بكتير مما سبق بس يقدر بقى يستخدم تاكتيكات مختلفة يعني والله كان قبل كده مثلا يستخدم تاكتيكات التفجير فيستخدم القنص والاغتيال زي ما حصل مع المستشار يشان بركات الله يرحمه يا رب ده على سبيل مثال او انه يبدأ يقتل في زباط جيش او زباط امن وطني اي لخ اي لخ اي لخ حلو او يبدأ يشتغل على اصدار الشائعات وما الى ذلك نيجي احنا نبص على التنظيم مثلا في انجلترا او قيادات التنظيم فهتلاقي انه القيادتين الابرز والاشهر في التنظيم على ما يبدو مختلفين بس خد بالك هم مش متخنقين خناءة كبرى هم عندهم اختلافات وتباينات عمل بالزبط كده مثلا مثلا زي قصة عبد المنعمة بالفتوح وخيرة الشطر ومجموعة مكتب الارشاد عبد المنعمة بالفتوح مختلف معاهم مش عنهم مختلف معاهم وكان يظن انه الاولى بمنصب المرشد فلما عبد المنعمة بالفتوح ما بقاش مرشد ايه اللي حصل سبت تنظيم ومش لكن دا مش معناه انه عبد المنعمة بالفتوح ما هواش اخوان ودا مش معناه انه عبد المنعمة بالفتوح ضد الاخوان ودا مش معناه ان عبد المنعمة بالفتوح مختلف عن الاخوان هو هو ولا تنسى أن عبد المنعم بالفتوح واحد من قادة الجماعة الإسلامية في مصر ده على سبيل المسان ولا تنسى أن عبد المنعم بالفتوح تدين له الجماعة باعتباره ململم أواصرها في نهاية السبعينات وأول الثمانينات كان وقتها بقى شاب صغير فاللي كان وقتها منشد كان عمر التلميثاني لو حضرتك تتذكر ثم مشهور وبالتالي كان سن عبد المنعم لا يسمح بتولي هذا المنصب الرفيع داخل الجماعة لكن يفضل الحلم موجود عند عبد المنعم من جهة ويفضل جانب جوه الجماعة شايف أن عبد المنعم بالفتوح لازم يجي مرشد ولهذا كان عضوا في مكتب الإرشاد ولهذا ترشح لمنصب المرشد قيل بقى أنه مجموعة خارط الشاطر زوروا في الانتخابات وأقصوا عبد المنعم دي حدوتة تانية قصة أن الجماعة هناك فيها حمائم وهناك فيها من الصقور أي كلام هي طول الوقت مجموعة الصقور برضو كائنات نبيلة شوي دول مجموعة من أكلة الجيف فطول الوقت هذه الجماعة تختلف في التكتيك لكن استراتيجية واحدة الاستيلاء على الحكم في الدول تذويب الفوارق ما بين الأوطان ضرب أي قيمة وطنية موجودة عند أي حد يهيأ لك دايما أنه ما فيش حاجة اسمها لا دولة ولا وطن ولا تاريخ وأن التاريخ يبدأ دائما عند الجماعة أو التاريخ هو ما تكتبه الجماعة فأنا مش عايز المنظور ده بس عشان أنا تسألت أكتر مانا حتى من بعض أصدقائي وبعض عيلتي يقول لك طب إنت ليه مركز مع له عشان أنا مركز جدا 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 مع اللي بتعمله الجماعة خلال هذه الفترة الجماعة طول الوقت عاوزة تحسسك أنه هناك إيه أمور بتختلف في السياق العام ده إحنا مختلفين ده إحنا متخنقين ويبدأ يظهر مجموعات يطلق عليهم بعض الشباب المنشقين عن جماعة الإخوة المسلمين يقول لك إحنا خدنا قرار نبز العنف الكلام ده تقال في الثمانينات والكلام ده تقال في السبعينات والكلام ده تقال بعد تنظيم خمسة وستين الكلام ده تقال من بعد أو قبل اغتيال حسن البنة وتقال بعد اغتيال حسن البنة واللي قتل حسن البنة هو نفس ده الجماعة عشان برضو تبقى فاهم يعني وهنبقى نحكي هذه الحدوثة في يوم الأيام قريبية يعني ممكن يبقى الأسبوع ده ولا الأسبوع اللي بعده فالجماعة طول الوقت هتبدأ تصدر لك حالات بتاعت إحنا نبزنا العنف أو قطاع منها وحالات تاني جيقول لك أصلاحنا مختلفين مع قيادة اللي في لندن أصلاحنا مجموعة مش عارف إيه مش حاجة اسمها كده الجماعة تختلف فيما بينها لكن ساعة الجدء طبعا أنا هفكرك هو مش عبد المنعم والفتوح صدر نفسه باعتباره وجه إسلامي ما بين قصين مدني وإنه مليوش دعوة بالجماعة آه طيب وساعة الجدء عمل إيه نسخة بلاش عصام سلطان وما شابه من قيادات حزب كان اسمه حزب الوسط وأسس هذا الحزب عشان يبقى زرع خفية للجماعة يبدو على إنه ده الطيار المدني المتفتح الحديث الحداثي بتاع الجماعة ده كان أيام ما قبل 2011 وبعد كده يظهر عصام سلطان ورجالته أو مجموعته أو شبابه أو ولاد يعني أيا كان باعتبارهم وجوه مدنية حداثية بتتكلم لغات ومش عقل بس هم هم الجماعة وسعت الجد لقينا إنه كله مع بعض وقف قدام جماعة عمراء بعض العدوية يعني عملية الجماعة هي الجماعة اسمها الحرية والعدل هي الجماعة اسمها حزب الوسط هي الجماعة اسمها مصر الكوية هي الجماعة عبد المنعم ابوتوح هو عصام سلطان هو مهدي عكف هو محمد بديع هو مصطفى مشهور هو عمر التلميثاني هو حسن البنة هو الهضيبي كل واحد لا توجد أي هو أبراهيم مونير الكل واحد وساعة ما يطلق عليه المحنة ليهم كلهم إيد في إيد ويحاولوا دايما الإنقضاض على إيه على الفرائس الفرائس في الحالة دي هي الأنظمة المستقرة عاوزين ياخدوها يبلعوها طبعا أنا أسألك سؤال لو أنت بتظن أن هذه الجماعة جماعة جيد أو بتظن أنه المنضمين لها اللي بيقولوا دايما يا جماعة إحنا مش إخوان بس الجماعة الناس دي اتظلمت كتير طيب ممكن تقولي فلوس الجماعة جات منين يعني إذا كانت فلوس الجماعة جات في وقت ما قبل 2011 يبقى الجماعة دي لها معارضة ولا كانت مضطهدة ولا حاجة بالعكس دا كانوا ميت فل و14 مع النظام القائم وقتها وزيتهم في دقيقهم وبيشتغلوا وبيتجروا وتضخمت أموال الجماعة صح؟ مش دي يبقى المنطق؟ طيب لا الفلوس دي ما جاتش لأنهما كانوا أكيد ضد النظام بتاع مبارك واللي حواليه جميل يعني الفلوس دي كلها جات من 2011 ل2013 دي بقوا شوات حرمية بقى لما يبقى في عشرات المليارات أو مئات المليارات من الدولارات في إيد الجماعة وشركتها بهذا الحجم وبهذا القدر من 2011 لحد شهر يعني من يناير بلاش يا من فبراير 2011 لحد شهر 6 2012 لما وصل بقى المرحوم محمد مرسي للحكم ربنا يحاسبه ده عند ربنا يعني في الفترة دي الجماعة عملت كل المليارات دي إيه ده ما هو يا ناس ما جابتهاش ولادة والسماء بتمطر عليهم فلوس جي شوية حرمية طبعا ما فيش سمة بتمطر فلوس هما شوية حرمية ده منطقة البساطة فأنت لما تيجي تشوف بقى حد يجي يقولك إيه هذه الجماعة معارضة أعرف أنه حرمي زيهم وبيقبضوه الجماعة كانت مظلومة أعرف أنه حرمي زيهم وبيقبضوه على طول يعني خليك بس فاهم اللي قدامك ده منطلقته إيه إيه اللي خليه يدفع عن حرمية أو يدفع عن قتل طب بلاش يدفع طب بيقبض منهم ليه ها ما بيدفعش ما بيجيبش سارته بياخد المرتب منهم ليه فلما تيجي تسمعه اعرف أنه كذاب ولص زيه زيهم هو جزء من عصابة الأربعين حرامي اللي في مغارة علي بابا جزء لا يتجزأ هو بقى جوه التنظيم مش جوه التنظيم شوه يقول لك أسلانا ناصري شوه يقول لك أسلانا بخلفية إسلامية شوه يقول لك أسلانا بحب عبد الناصر شوه يقول لك عبد الناصر لتضيعنا شوه يقول لك انت عايز إيه انت عايز إيه هو وأشباهه أيا كان هم مين تاني دول شوية أرجوزات بتقول لك بص العصفورة ويفضلوا طول وقت ياخدوك في الحتة بتاعت دنيا تغيرت يا جماعة إحنا بقينا كويسين قوي إحنا حلوين قوي إحنا كتاكيت قوي ماشا كتكوت ركز علشان تعرف تحمي نفسك وبلدك المرحلة اللي إحنا فيها دي مرحلة ما فيهاش غير شغل 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 وإن إحنا كلنا نبقى وقفين زي ما نوقف كده على مربع إحنا وقفين في نفس المربع نتفق ونختلف ونتناقش ونقعد ونتكلم وحوار وطني ويبقى فيه منطلقات مختلفة ويبقى فيه وجهات نظر مختلفة وناخد وندي مع بعض عادي فيه طبقة حاكمة وفيه معارضة فيه موالاء وفيه معارضة والاتنين دامن يعودوا على الترابيزة ويتناقشوا عادي وصلوا إلى مشتركات متعلقة بروحة اقتصادية وسياسية أهلا وسهلا وصلوا لبعض المشتركات ولزلت بينهم بعض التباينات والاختلافات أهلا وسهلا عادي بيحصل في كل حتة في الدنيا غير كده ما ينفعش ما يكلش طب اللي غير كده ده موجود هتلاقي بيلعبوا في لندن وبيلعبوا في أمريكا وبيلعبوا في سويسرا وبيلعبوا في السويد تيجي تقولي حتى أقولك آه لحد ما العالم هيجي يوم ويعرف زي ما احنا قلنا كلمة يا جماعة ابعدوا عن دول محدش صدقنا طلعت إنها أقزر وأحط جماعة موجودة والناس بدأت تكتشف واحدة واحدة دول اللي حاولين بدأت تكتشف وتعرف كوارثه بعد شوية بعض الدول في أوروبا بدأت تكتشف وتعرف كوارثه وهكذا الأمور هتفضل تستمر بالطريقة دي بس احنا مش عاوزين إن العالم يكتشف أن هذه الجماعة كارثية بعد ما تخرب ملطة وبعد الشر على ملطة شكرا 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 من